صحيح و احنا يعني انا هتكلم في النقطة دي بالتفصيل لان نفس المعلومة برضو جاتلي ان المصلاح كان يعني قبل المطش اللي فات كان حاسس سنة ان رجليه مسكة الخلفية مسكة يعني مسكة سنة انا في رأيي ان مخاطرة كبيرة ان احنا كنا اللعب لو هو فعلا المعلومات اللي وصلت لدودار ووصلتلي صحيحة ان هو كان عنده يعني تايتنس او عنده الشد خفيف اللي هو يعني مش مستريح النهاردة لو كنا مثلا احنا صلاح المطش اللي فات كنا هنلاقيه موجود المطش بتاع كاب فيرد ده ولو صعدنا نلاقيه موجود ومحدش يقولي لو الكلام ده حقيقه ان صلاح هو اللي طلب لا فيه المدرب بناء على الريبورت بتاع الدكتور لو الكلام ده حقيقه الافضل ان انت ايه تريح ليه لان ودودار عارف والشامع ويسأل عيد دايما بيبقى اموشنر بيبقى عايز يلعب بالذات العيب زيش خصية صلاح ان هو ازاي هاجعنا طول الطريق ده ومصر كلها يعني معتمدة علي وحطة امال علي وانا ملعبش فانا باتفق مع دودار في كلام كتير بيقولوا ان يا جماعة وانا قلت الكلام ده على تويتر ماينفعش ان احنا نبقى منحضر ان احنا لو خرجنا ان احنا نشايل النجم بتاعنا صح ماينفعش ماينفعش احنا النهاردة صلاح ده راجل المفروض ان احنا نحطه في حتة ان الشباب كلها والولاد الصغارة كلهم بيحلموا ان هم يبقوا زيهم لان صلاح ده يعني راجل لما اجا اتكلم بقى في كل حاجة هو مثل اعلى مثل اعلى مش قطر اللي يبقى احسن انت في العالم لا مثل اعلى ده انه مثال للكفاح مثال نموذج حتى لو الولاد الصغارة او البنات مش لعيبة كرة ولا رياضيين لكن صلاح ده المفروض يتحط في حتة ازاي ان انت تبدأ من الصفر وازاي ان انت تحلم وتصدق حلمك ويبقى ليك هدف وتحارب عليه وتقع وتقوم حاجات كتيرة جدا في محمد صلاح مش عايزة بالغي يعني لكن انا بقولكو ان الطبيعي ان الراجل ده رحلته تبقى بتدرس في المناهج الدراسية في مرحلة عمرية معانا بزخاصة للسن اللي ابتدائي اخر السن اللي ابتدائي لما الولاد والبنات يبتدوا يفهموا انا لازم الراجل ده تبقى محتطاله حاجة ان التجربة دي وازاي ان هو كان بيحوض الطريق ويركب القطر ويروح زي ما فيه العيب الكرة كتير تاعبت بس في امسالة كده يعني انا في راقي ان هي لازم تبقى موجودة في المنهج الدراسي بتاع الاساسي بتاع التعليم الاساسي اللي هو التعليم الابتدائي لازم يكون النماذج المتشف موجودة فيها هنرجع نتكلم عشام على كاب فردي نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن ماتشو بكرة اللي اصبح يعني بفارق التاريخين ما بين المنتخبين لازم ننساها لان بكرة ما عندناش حل لازم نكسب موسيقى